ولمناقشة تداعيات الكشف عن تطبيق بيكاسوس وخطورته على سلامة الناشطين والصحفيين والمعارضين حول العالم معنا من إسطنبول المتخصص بتكنولوجيا المعلومات الأستاذ خالد صافي مرحبا بك معنا أسهد الله وقاتكم بكل خير حياكم الله أهلا بكم كيف يمكن أو كيف يعمل هذا التطبيق كي يصبح جاسوسا في جيوبنا نعم فعليا هذا التطبيق كان بالبداية في بداية الانتشار هي استخدم تقنية التصيد أو الفيشين وهي عملية كانت مرهقة وليست ناجحة بذرجة كبيرة بحيث يتطلب من الضحية أن يضغط على رابط ملغوم وعند الضغط على هذا الرابط يتم دخول هذه البرمجية الخبيثة إلى الجهاز ومن ثم السيطرة على كافة محتوياته لكن الشركة وجدت أن هذه التقنية مع الناشطين والحقوقيين والسياسيين أصبحت غير مجدية لوعيهم وقدراتهم الفائقة في تعقب هذه التقنيات خصوصا ما حدث مع الناشط الإماراتي أحمد منصور الشيحية الذي اكتشف هذه التقنية في عام 2016 ومن خلالها تمكن من إثارة فضيحة كبيرة للتطبيق بعد ذلك لجأت هذه البرمجية الخبيثة إلى ما يسمى بـ Zero Click وهي إمكانية الانضمام أو الدخول أو الاختراق للأجهزة بدون أن يحتاج من المستخدم للضغط على أي من الروابط أو من الأزرار المختلفة وذلك من خلال ثغرة وجدتها في نظام تشغيل لـ iOS 7 حتى نظام تشغيل 9 كانت هذه الثغرة تسمى Zero Day أو اليوم الصفري وهذه الثغرة استطاعت من خلالها أن تتمكن من اختراق هذه العنظمة بعد ذلك لجأت إلى نظام آخر وهو الثالث في عملية الاختراق من خلال التطبيقات الأخرى مثل واتساب وهو ما حدث في الهند عندما اخترقت الأنظمة العاملة على واتساب ومن خلالها تمكنت من تطوير هذه التقنية حاليا ربما يوجد لديها في NSO Group تقنية جديدة لا نعرف عنها وتدعي الشركة أنها لا تملك الآن أو تغلق الآن المجال أمام القراصنة أو المختلفين صحيح هذا هو السؤال سيد خالد يعني الشركة المبرمجة للتطبيق أكدت أنها ستقطع طريق أمام العملاء الذين يسيئون استخدام التطبيق هل تستطيع الشركة أن تفعل ذلك أو ما مدى مصداقية الشركة في هذا؟ يبدو أن الشركة تحاول أن تضلل للرأي العام لأنها بالبداية تقول أنها توجه هذا التطبيق فقط للحكومات أو الجهات ذات السيادة الحكومية بعدما تتأكد من مطالبهم ومزاعمهم في محاربة الإرهاب أو الجريمة المنظمة لكن في نفس الوقت لا تتورع هذه الشركة من تقديم التطبيق لمؤسسات أو لشركات وعصابات مكسيكية تسعى من خلال العمل في مجال الاتجار بالمخدرات إلى ابتزاز الحكوميين والسياسيين ورجال الشرطة أيضا والإعلاميين من خلال هذا التطبيق أيضا الشركة تقدم هذا التطبيق على طبق من فضة للحكومات التعسفية التي لا يوجد بينها وبين حقوق الإنسان أي نوع من الود أو الصداقة كثير من الأول التي تستخدم هذه التطبيقات وجدنا في سجل استخدامها لهذا التطبيق جرائم اقترفت بحقوق ناشطين وصحفيين وإعلاميين وكانت شاهدة ودليل على أن هذه الشركة تتواطع مع هذه الحكومات لأجل الوصول لهؤلاء الناشطين أو الصحفيين نعم طيب عندما يقول موقع ميدل إيست آي أن التطبيق لا يشكل تهديدا فقط على الفلسطينيين في غزة والضفة إنما يشكل تهديدا على كل الناشطين في مختلف الأماكن يعني للشعوب العربية والإسلامية بصفة عامة ونحن نعرف أن لتل لبيب علاقة وثيقة بهذا الموضوع يعني من خلال ما ذكرت بعض المختبرات التي كشفت عن الخوادم التي وصلت إليها هذه البرامجية الخبيثة وجدت الأرقام أن هناك أكثر من 45 دولة من بينها 17 دولة عربية وأيضا من ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي التي كان لها الحظ الأوفر في الاستخدام لهذا التطبيق أو التجسس على أشخاص في مناطق في هذا التطبيق بمعنى أن الحكومات في هذه الدول تستخدم هذا التطبيق للتجسس وتنصت على أشخاص وأفراد في هذه الدول فبالتالي عمليا هو أيضا يخدم ضد الفلسطينيين وضد من يتعاون أو من يساند القضية الفلسطينية وأيضا آخرين من الناشطين والحقوقيين والإنسانيين على مستوى العالم وليس فقط في المنطقة العربية وبالتالي عمليا هذا التطبيق يسعى بشكل دائم للاستثمار المالي والحصول على مبالغ عالية جدا وفي نفس الوقت التأثير على الرأي العام ربما أذكر هنا سريعا أن اختراق عشرة أجهزة يكلف 650 ألف دولار غير نصف مليون دولار يتم وضع دفعها للشركة لأجل تثبيت هذا التطبيق على النظام والعمل عليه وبالتالي عمليا الجانب الستمالي له الحفظ الأوفر وفي نفس الوقت الجانب السياسي والتركيز على القضايا التي تشغل للرأي العام والمجتمع الدولي لها أيضا نصيب الأوفر وما يحقق مصلحة إسرائيل له أيضا الاهتمام الأكبر لدى هذه المسلكة الإسرائيلية أصلا ماذا عن الشريحة المستهدفة عن الناشطين والمعارضين كيف يستطيعون حماية أنفسهم وهواتفهم من ذلك؟ يعني هو يبدو أن هذا الاستهداف يكون بشكل كبير ومركز على من هم أصحاب قيمة عالية لدى الدول ولدى المؤسسات الأمنية وبالتالي عمليا يدفع مبالغ طائلة للوصول لهؤلاء حتى يتمكنوا من تنصط على أجهزتهم أو رصدهم أو ابتزازهم حتى لذلك عمليا بحاجة هؤلاء دائما لأن يكونوا على حضر في ما يتعلق بأجهزتهم إذا كان التطبيق قد وصل إلى مرحلة متقدمة هم بحاجة إلى برامج معكافة فيروسات للقضاء عليها أو لحماية أجهزتهم لكن إذا كان التطبيق فقط على مستوى الذاكرة وهو ما يمكن أن يكون في المراحل الأولى من وصوله للأجهزة يمكن إعادة تشغيل الجهاز تكون كافية بحيث يتخلص الناشط منه لذلك ينصح هؤلاء بدوام إعادة تشغيل أجهزتهم بتثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل أيضا بمحاولة البحث عن كل الثغرات التي يمكن أن توجد في الجهاز لردمها من خلال البرامج المتخصصة بذلك نعم هذا جانب مهم وجانب آخر على المستوى القانوني هل يمكن محاسبة أو ملاحقة هذه الشركات المنتجة لتلك التطبيقات؟ يعني للأسف هذا التطبيق معاقد بشكل كبير جدا لدرجة أنه لا يوجد أي أثار بعد اختراقه للأجهزة ولا يوجد أي دلالات عليه وتؤكد الشركة المصنية عليه أنها تقدم فقط للجهات الحكومية وتقدمه لجهات رسمية بناء على تعاقد رسمي لمكافحة الجريمة والإرهاب وتتنصل تماما من أي استخدام سلبي من قبل الحكومات تجاه الأفراد سواء كانوا حقوقيين أو نشطاء أو صحفيين وبالتالي عمليا من يقع في هذه الدوامة لا يمكن أن يخرج منها بحق ليعاد لهؤلاء الذين يتم اختراق حساباتهم لأن هذه الشركة تقوم بكل ما يوجد في الدفتر الحقوقي والقانوني بحيث لا تجعل أي من الاتهامات تطالها بأي شكل كان المتخصص بتكنولوجيا المعلومات الأستاذ خالد صافي شكرا جزيلا لك